ناس كتيرة أسيس نظار بيقولوا لي طيب الكتاب المقدس ما هواش كتاب علمي قال لهم الكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي تكتب عشان نحل بيه مساء الرياضة وفيزياء وكلام زي كده لا طبعا لكن ما يذكره الكتاب المقدس عن العلم فهو صحيح أعطيني أمثلة أعطيك أمثلة لما نيجي نسأل الناس في الحضارات القديمة زي مثلا في الحضارة الهندية نقول لهم العالم متسبت على إيه هيقول لك متسبت على أربع أفيلة هنشوف الصورة دلوقتي بتاع الأربع أفيلة وهنشوف إزاي وبيقولوا أن العالم متسبت على أربع أفيلة تقول لهم طب الأربع أفيلة دولة تسبتين على إيه يقولوا على ظهر سحلفة تمام؟ دي الحضارات اللي في الشرق البعيد تعال ناخد على الصورة اللي بعدها الحضارة الإغريقية العظيمة تقول لهم العالم متسبت على إيه يقول لك على ظهر أطلس عشان كده عندنا الأطالس بتاعت الخرايط تمام لما تيجي تقرأ في الكتاب المقدس سنشوف بعد كده بيقولك الصورة اللي بعديها من فضلك بتورينا يعلق الأرض على لا شيء دي آية موجودة في سفر أيوب وده من أقدم الأصفار لو أنا عايش مع أيوب أقوله إزاي الكلام اللي بتقوله ده إزاي يعلق الأرض على لا شيء إنت لو حطيت أي حاجة كده هتقع معنى في كتب تاني بقولك الأرض مسطحة أه دي مأساة تانية الكتاب المقدس بيقول كروية الأرض الجالس على كرة الأرض تمام فتلاقي في أيوب بيقولك يعلق الأرض على لا شيء فده لأنه إحنا عارفين قوانين الجاذبية والأجسام ممكن تتحرك وتبقى سابتة وما تقعش وحاجات زي كده علشان كده بقول إن الكتاب المقدس بيقول الحقيقة برغم إن الحضارة الموازية في الوقت ده بتقول كلام تاني مختلف وبنفس الوقت إنه الاكتشافات أو الأمور التي قيلت أو لذكر الكتاب ما نقضت الكتاب المقدس خالص خالص لأنه ده العلم التشغيلي أو العلم التجريبي فيه نوعين من العلم علم الأصول والعلم التجريبي العلم التجريبي ده العلم اللي بنعمله في المعامل وكلنا بنتفق عليه الملحد والمؤمن بيعملوا نفس التجارب طلعوا نفس النتائج العلم الأصول بقى هو الإفتراضي في الماضي سنين لكن الكتاب المقدس سابت فما يذكره الكتاب عن العلم وعن التاريخ فهو صحيح وده شيء مهم قوي طبعا فيه أمثلة تاني كتير قوي على هذه الفكرة ترجمة نانسي قنقر